أم محمد من أسبانيا تقول يا شيخ أنا في الماضي عندما كانوا أطفالي صغار كان في بلدتنا كلب وكان دائماًني أتهجم على الناس ومنهم بنتي صغيرة تهجم عليها أكثر من مرة وعضها ولم تصب والحمد لله وهذا الكلب من شدة غضبي وخوفي قمت بقتله والآن لا أعلم إذا كنت فعلت الصواب اللهم محمد ما شاء الله قوية شوفي يا بنتي إذا ثبت أذاه كل ما يؤذي الإنسان ويصبح أذاه حقيقة كما يفعل كما ذكرت عظ ابنتك آذى الناس بدأ يتهجم عليهم إذن في هذه الحالة إذا قتلته فأنت قد قتلت أذى على المسلمين الله ازاكي خير لكن والله ما شاء الله عليك أنك قوية إذا استطعت أن تقتل هذا الكلب الشرس ليس عليك شيء بارك الله فيك موسيقى موسيقى موسيقى